ويلا حين الجميع ومرحبا ألف اليوم إن شاء الله حلقة جديدة وممتعة بمشيعة الله لكن قبل ما نبدأ الحلقة وقبل ما نبدأ موضوعنا لا تنسوا من اللايك و الاشتراك ولا تنسوا من كود السناب شات اللي أنا ضايفة لكم وضيفوني علشان تشوفوني يومياتي على السناب شات يلا نبدأ الحلقة ونشوفوش عندنا راح يكون موضوع حلقتنا اليوم إن شاء الله عن تنور المندي المصنوع من الحديد مصنوع من الداخل ومن الخارج من الحديد وجدار التنور يقدر الواحد يتحكم فيه إما يكون بالتراب أو يكون بالرمل أو يكون بالملح أو يكون بالملح والتراب مع بعض من العوامل الرئيسية المفيدة في هذا التنور المصنوع من الحديد سهولة استخدامه وسهولة تنقله من مكان إلى مكان وأيضا يعطي نفس الجودة ونفس الأداء اللي في حفر المندي سواء الفخارية أو اللي في الأرض راح إن شاء الله نشب الحطب في البرميل للحديد هذا وراح نشوف أحلى التقنيات لصناعة أجمل وألذ الأطباق من مندي اللحم وإن شاء الله راح يعجبكم خلونا نشب النار وانتظرونا أهم شيء الحطب يكون نوعيته جيدة عشان نستخدمه في تنور الحديد أو في التنور الفخار أو في التنور اللي يجي في الأرض لازم يكون الحطب نوعيته جيدة التنور الآن جهز ما شاء الله تبارك الله ونبدأ في خطواتنا الباقية اللي هي اللحم والرز وكيف نعد إعداد المندي المندي ببساطة وبكل سهولة ممكن يكون تتبيلته سهلة وسريعة في ناس كثير يستخدمون صفار الزعفران وبعضهم يستخدم البهارات المطحونة وكثير من الناس يستخدمون الخلطات أنا عني شخصيا في المندي اللي راح أسويه إن شاء الله راح أستخدم الزعفران الطبيعي معه ملح وشوية موية الزعفران الطبيعي اللي هو هذا اللي أريكم تشوفونه ناخذه ونحطه في الموية وبعدين نذوبه ونتركه لمدة ساعة يتنقع في موية زي كذا مع موية ملح علشان ندهم فيه اللحم بالطريقة هذي ويكون كذا خلطتنا ممتازة ومية في المية للمندي والأشياء هذي المندي طبعاً دهنة بسيط وفيه كثير من الناس يستخدمون صفار الزعفران وهذا شي عادي يعني بس أنا قلت أستخدم الزعفران الطبيعي بطريقة هذي لدهن المناطق البيضة اللي موجودة في اللحم زي ما تشايفين بسم الله ما شاء الله تبارك الله وهنا برضو عندنا الرز سهل إعداده وأي واحد يريد يسوي كمية من الرز تقريباً كيلو راح أضيف عليه إضافات بسيطة اللي هو نص كوب زيت والبهرات الصحيحة اللي أنتم شايفينها هذه مثل ليمون الأسود والكزبرة والفلفل والكمون والهيل والقرفة وورق الغار نضيفها وعلى حسب برضو نوعية الملح اللي راح تستخدمونها هذا هو الملح بسم الله الرحمن الرحيم ونضيف عليها الموية كخطوة أخيرة بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً ارتفاع الموية في رز المزة واحد صانتي عن الرز هذا هو معيار الموية الخاص بالرز كذا انتهينا خلصنا الحين من تتبيلة اللحم وخلصنا من الرز باقي عندنا الخطوات اللي بعدها اللي في الميفة أو في التنور هذا الحديد هذا قاعدة قدر الرز راح نزله بالطريقة هذه بسم الله نزل اضفنا القاعدة وجينا عند الرز اول حاجة راح نزلها اللي هو قدر الرز بالطريقة هذه ثم نيجي ناخذ قاعدة اللحم طبعاً قاعدة اللحم في ناس تركب اللحم من ياخذون اللحم بالطريقة هذه يحطونها انا ما افضل الشيء هذا انا افضل انك تركب اول شيء الشبك لان التنور هذا يكون حار بعض الاحيان ويكون اللحم ثقيل معاك فالافضل انك تحط اول شيء الشبك بالطريقة هذه ثم تبدأ تضيف عليه اللي هو اللحم بالترتيب وبطريقة مناسبة علشان ما تلخبط خلونا نشوف كيف بنحط اللحم اول لحم والاهم ان اللحم اللي بيكون تحت يكون اللحم الثقيل راح نرتبه بالطريقة المناسبة على حسب حجم الرز والاشياء دي وحجم برضو اللحم حطينا اول شيء راح اخذ برضو اللحم الثقيل راح يكون معاه بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو ما شاء الله تبارك الله وبرضو راح اخذ هذا اضيفة هنا وناخذ الشبكة والدور الثاني اللي هو من اللحم الخفيف ونضيفه برضو هنا بسم الله حلو هذا هو اللحم الخفيف اللي نتكلم عنه اللي هو لحم الاضلاع لحم الاضلاع طبعا لازم يكون فوق ويكون بالطريقة هذه الاضلاع يفضل انك تخلي العظم فوق باين والباقي تحت نجي لآخر لحمة اول لحم الكتف على حسب ما ترى خفة اللحم على حسب حجم اللحم وعلى حسب برضو كبر الذبيحة او كبر اللحم اللي انت تستخدمه فيه دبيح صغار يعني عادي ممكن تخليها في دور واحد فيه دبيح كبار لازم تخلي اللحم الثقيل يكون تحت واللحم الخفيف يكون فوق كل على حسب حجم الذبيحة ولكن برميل المندي كفيل بانه يكون جاهز للامور ذي خلونا نكمل الخطوة لبعدها ونشوف كيف نغطيه وكيف نسكره يبدأ وقت التغطية راح اغطيها بقسطير والأفضل انك تغطيها بقسطير وراح اذكر السبب ليش انا غطيها بقسطير لان فيه اسئلة كثيرة جات حول الموضوع هذا وراح برضو استخدم خيشة رز او قماش او قطعة غرقانة علشان تكون تسبب انسداد كامل للبربي بالطريقة هذه هذا هو حلو وراح اخذ اللي هو الغطا وكذا يكون خلصنا بسم الله وكذا جاهزين راح ننتظر ان شاء الله من ساعة ونص إلى ساعتين على حسب حرارة الجو اذا كان الجو حار ساعة ونص اذا كان شوية بارد فياخد تقريبا إلى ساعتين راح ننتظر ان شاء الله من ساعة ونص إلى ساعتين ويكون كذا خلصنا هذا هو الزعفران اللي انا استخدمته ونعرف ان فيه كثير من الناس بيسألوني من فين جبت الزعفران هذا وكيف جودته جودته عالية جدا وانتوا شفتوا لما دهنت اللحم كامل كيف كان لونه ونعرف الزعفران بحاجتين مهمة اللي هو اللون والرائحة جدا جميل ويستاهل فعلا وراح اضيف الكوب من فين اخذته رابط المتجر الخاص بالزعفران هذا اسفل الفيديو وراح تلقونا في وصف الفيديو خلصنا من موضوع الزعفران نرجع لموضوع المندي اللي احنا سويناه الحين انتهينا من الوقت المحدد لللحم راح نفك وراح نشوف الطريقة وراح نطلع اللحم وراح نشوف النتائج الجميلة اللي سوينا فيها مندي اللحم وللتنبيه في بعض المواضيع لازم تجهز صحونك لازم تجهزوا الامور قبل ما تبدأ في تنور المندي اللي راح نستخدم ان شاء الله راح اول شيء نفتح التنور ونبعد عنه بالطريقة هذه اول حاجة اهم حاجة شفتوا الموية كيف نزلت هذا هو ثاني شيء والاهم انك اذا جيت تفتح التنور لازم تفتحه وجهك وجسمك بعيد عنه ليش؟ لان البخار اللي يطلع من التنور ممكن يحرق او يسبب مشكلة مع الشخص لما يكون وجهه في التنور هذا هو وبسم الله ثاني اقول لكم حاجة برضه مهمة انا قلت لكم على القسطير باعلمكم ليش احنا نحط القسطير تعال دي اصور شفت الموية اللي موجودة هذي اي تنور او اي حفرة مندي طبيعيا راح تبخر وراح تصدم بجدار التنور او جدار حفرة المندي فلما يكون الجدار اللي تصدم به اللي هو الحديد ممكن الحديد يكون في صدق فهذه مشكلة فالافضل انك تستخدم هذا القسطير علشان يكون اضمن وانظف من الحديد اللي راح نستخدمه فهذا هو السبب اللي انا دايما نحط قسطير على اي حفرة مندي علشان التبخير والموية اللي الراجعة للتنور ما تسبب مع الاكل او يرجع صدى او حاجة لسمح الله من الحديد فالاكل او اي ان كان حتى حفرة الارض غطاها حديد فلازم تستخدم القسطير هذه معلومة بس خلنا نطلع اللحم نقول بسم الله اول واحد وان شاء الله تبارك الله نضيفه هنا هذا اول واحد نطلع اللحم اول شي بالترتيب وبهدوء جدا اول نضيفه بعيد بسم الله ما شاء الله تبارك الله نطلع الراس بسم الله وبظهرة برضه ما شاء الله تبارك الله بحذر بسم الله الرحمن الرحيم نضيفه هنا في المكان هذا ما شاء الله وعندنا برضه اللحم هذا الحين طلعنا اللحم جاء دور الرز بنطلع باقي عندنا الرز رح نطلع ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم بطريقة هذه ولا احلى راح ان شاء الله نشيل البهرات الصحيحة اللي احنا تكلمنا عنها اللي هي هذه نطلعها على جم علشان نطلع احلى رز بسم الله الرحمن الرحيم هل يطلع بس بطريقة هذه نحطها على جنب الصحن هنا معلومة مهمة برضه في موضوع الرز اذا جيت تاخذ الرز لا تاخذه خذها من حافة القدر بالطريقة هذه قربي مصور عندي من حافة الرز بالطريقة هذه بالطريقة هذه علشان ايش الرز ما يتكسر بالطريقة هذه شوفوا كيف ما شاء الله ابغاكم تشوفون قاع القدر لا احترق ولا شيء ما شاء الله تبارك الله ونثغي من ابدع ما يكون هلو نعريكم احلى من كذا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ها شوفوا كيف حبة الرز جميلة جدا 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 فالحين بلحضر الصحن وبنزل الرز وبنزل اللحم وبالعافلة الجميع خلونا نشوف النتائج اضفنا الرز في الصحن باقي عندنا شوية هذه ما شاء الله تبارك الله ناثغي ولا اروع راح نضبط الرز او شيء نوزعه في الصحن بطريقة هذه بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ اول شيء كالتوزيع المتعارف عليه حط الراس حق الدبيحة وناخذ الظهر بطريقة هذه والجنب هذا نضيفه هنا راح ناخذ الكتف والجنب كامل وكذا احلى طبق مندي او احلى صحن مندي او احلى مفطح مندي كل اني حب اللي يسميه هو مندي في النهاية ما اقول الا بالعافية للجميع ان شاء الله انها عجبتكم الطريقة والاعداد يكون بسيط وخفيف واي واحد يقدر نسويه لكن قبل ما ننهي الحلقة وقبل كل حاجة لا تنسونا من اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان توصلكم كل الحلقات ولا ننسى برضو من تعليقاتكم ومن ابداء ورعاكم وعسى الله يفقنا وياكم ونشوفكم على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة